أعيد مجدداً صبيحة الأربعاء الماضي فتحوا كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة بعد إغلاقاً ليومين نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات مؤخراً بفاروس كورونا في معظم المدن الفلسطينية وصرح السيد أديب الحسيني أمين مفتاح الكنيسة أن العدد المسموح به للدخول إلى الكنيسة يجب أن لا يزيد عن 19 زائراً مع مراعاة التقيدي بإرشادات وزارة الصحة الفلسطينية والالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة لبس الكمامات والتباعد بين الزائرين منعاً لتفشي وباء كورونا